عادة ما يكون موسم عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة وقت الدروة للسفر جوان لكن الانتشار السريل للسلالة أوميكرون أدى إلى زيادة حادة في الإصابات بكوفيد-19 لتضطرب الرحلات الجوية فيتأخر بعضها ويلغى البعض الآخر هذا تسبب المتحور أوميكرون في إلغاء أربعة آلاف رحلة طيران حول العالم أكثر من نصفها من الرحلات الجوية الأمريكية كما أوضحت مواقع متخصصة أن العدد الإجمال للرحلات الملغى عالميا يوم السبت تجاوز أربعة آلاف وستمائة رحلة فيما بلغ عدد الرحلات المتأخرة أحد عشر ألفا ولا يزال أوميكرون يتسبب بتسارع الإصابات عالميا في الكثير من الأسواق الرئيسية مع تحذيرات أطلقتها منطمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي قالت فيها إن المتحور الجديد عالي الخطورة